حالاً كاومي هو بما عزيلاً من الاستقاعد الخوف من غضب الناس وتمردهم على واقعهم المزري يدفع المنظومة الحاكمة في العراق إلى اتباع كل الوسائل لتكميم الأفواه وملاحقة من يفضحون الفساد ويطالبون بثروات بلادهم المسروقة وحريتهم المسلوبة ومن مشروع الجرائم الإلكترونية الذي قيد حرية الناشطين إلى مشروع حرية التعبير والتجمع السلمي الذي يسعى البرلمان إلى تشريعه وجعله وسيلة لتقييد الحريات ومنع أي انتقاد يوجه للفاسدين في السلطة منظمة العفو الدولية اعتبرت القانون المقترح بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي غطاء للمحاكمة التعسفية لأي شخص يدلي بتعليقات عامة تنال من ممارسات الأحزاب والكتل الحاكمة وأعربت المنظمة عن قلقها من هذا المشروع الذي يضيف صفحة سوداء أخرى إلى القضاء الذي يخضع لأهواء السياسيين النافذين القوانين الجديدة تحد من حرية الوصول إلى المعلومة وتحمل كلمات فضفاضة يمكن استغلالها لاعتقال أي شخص تريده الأحزاب الحاكمة بحسب ما أكدت منظمة العفو الدولية حقوقيون أعزوا استعجال السلطات في سن هذا القانون إلى خوفها من عودة التظاهرات إلى الشارع المجددا لذلك يمكن لهذه القوانين ولسيما قانون التجمع السلمي أن تمنع اندلاع أي تظاهرات وتتيح ملاحقة الناشطين البارزين فيها تحت ذريعة الإخلال بالقانون العام وإثارة الشغب وغير ذلك من التهم التي تسويغها القوانين الجديدة الفشل الحكومي في تقديم أي إصلاحات ترضي المواطنين دفع الأحزاب للجوء إلى محاربة الناشطين وقمع الثائرين تحت ذرائع لا يمكن قبولها في أكثر الأنظمة استبداداً لكن العملية السياسية تدرك أن وجودها مرتبط بقهر الناس على قبول الأمر الواقع وأنها فقدت أي دعم شعبياً بعد أن أيقنت أن التظاهرات المتعاقبة هي الطريق الذي اختاره الشعب العراقي لتغيير المشهد السياسي بالكامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا